السلام عليكم، مرحباً بكم في فيديو جديد على قناتنا الخضراء اليوم سنتحدث عن فاكهة مميزة وشهية إنها البطيخ الأصفر أو الشمام يعتبر البطيخ الأصفر واحداً من الفواكه الصيفية المنعشة التي يحبها الجميع لكن هل تعلم أن هذه الفاكهة اللذيذة تحمل في طياتها فوائد صحية مذهلة؟ هذا ما سنتعرف عليه اليوم في هذا الفيديو المفصل عن فوائد وأضرار البطيخ الأصفر البطيخ الأصفر يتميز بمذاقه الحلو والمنعش وغالباً ما يكون إضافة مثالية لأيام الصيف الحارة تحتوي هذه الفاكهة على نسبة عالية من الماء مما يجعلها خياراً ممتازاً لترطيب الجسم وخاصة بعد التعرض لأشعة الشمس أو ممارسة الرياضة بالإضافة إلى ذلك فهي مصدر غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الإنسان الشمام يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين A الذي يعزز صحة الجلد والشعر فيتامين C الذي يدعم جهاز المناعة البوتاسيوم الذي يلعب دوراً في ضبط ضغط الدم الألياف التي تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي كل هذه العناصر تجعل البطيخ الأصفر غذاء صحياً ومثالياً للإضافة إلى نظامك الغذائي اليومي الفوائد الصحية للبطيخ الأصفر أولاً غني بمضادات الأكسدة الشمام يحتوي على مجموعة قوية من مضادات الأكسدة مثل السيلينيوم وبيتا كاروتين وفيتامين C هذه العناصر تعمل على محاربة الجذور الحرة في الجسم مما يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب مضادات الأكسدة أيضاً تحمي الخلايا من التلف وتساعد في إبطاء عملية الشيخوخة ثانياً تعزيز صحة العين يحتوي الشمام على مركبات نباتية مثل اللوتين والزياكسانثين وهي مركبات تساهم في حماية العينين من الضرر الناتج عن أشعة الضوء الأزرق وتقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر هذا يعني أن تناول البطيخ الأصفر بانتظام يمكن أن يساعد في الحفاظ على رؤية صحية لفترة أطول ثالثاً دعم الجهاز التنفسي الشمام غني بفيتامين A وبيتا كاروتين وهما مادتان معروفتان بتعزيزهما لصحة الجهاز التنفسي بعض الدراسات تشير إلى أن تناول كمية كافية من بيتا كاروتين قد يقلل من خطر الإصابة بالربو خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من تاريخ عائلي لهذه الحالة رابعاً تحسين عملية الهضم الشمام يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والماء وهما عنصران أساسيان لتحسين صحة الجهاز الهضمي الألياف تساعد في تعزيز حركة الأمعاء ومنع الإمساك بينما يساعد الماء في تحسين امتصاص العناصر الغذائية في الأمعاء خامساً دعم صحة البشرة والشعر بفضل احتوائه على فيتامين A وفيتامين C يلعب الشمام دوراً هاماً في تعزيز صحة الجلد والشعر فيتامين A يساهم في نمو وتجديد خلايا الجلد بينما فيتامين C يساعد في إنتاج الكولاجين الضروري للحفاظ على مرونة الجلد وقوته وكذلك تعزيز صحة الشعر الآثار الجانبية المحتملة والأضرار للبطيخ الأصفر على الرغم من الفوائد العديدة للبطيخ الأصفر إلا أن هناك بعض الآثار الجانبية والمخاطر التي يجب أن نكون على دراية بها خصوصاً لبعض الفئات من الناس أولاً ارتفاع نسبة السكر البطيخ الأصفر يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر الطبيعي وهذا ما يجعله لذيذاً لكنه قد يكون غير مناسب لبعض الأشخاص على سبيل المثال مرضى السكري خاصة أولئك المصابين بالسكري من النوع الثاني يجب أن يتناوله بحذر ارتفاع نسبة السكر في الدم قد يؤثر سلباً على مستويات الجلوكوز لذا من الأفضل مراقبة الكميات التي يتم تناولها ثانياً مشاكل لمرضى القلب الشمام يحتوي على كمية لبأس بها من البوتاسيوم هذا العنصر مفيد لصحة القلب عموماً لكنه قد يسبب مشاكل للأشخاص الذين يتناولون أدوية حصارات بيتا هذه الأدوية تستخدم عادة لعلاج أمراض القلب وقد تتفاعل مع البوتاسيوم مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم وهو ما يمكن أن يؤثر سلباً على وظائف الكلا ثالثاً تأثير على وظائف الكلا على غرار مرضى القلب الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلا يجب عليهم الحذر عند تناول البطيخ الأصفر تناول كميات كبيرة من البوتاسيوم يمكن أن يضع ضغطاً إضافياً على الكلا مما يزيد من احتمالية حدوث مضاعفات أو تفاقم مشاكل الكلا الموجودة رابعاً الحساسية الغذائية في بعض الحالات النادرة قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه الشمام يمكن أن تتسبب هذه الحساسية في أعراض مثل الحكة الطفح الجلدي أو حتى صعوبة في التنفس إذا كنت تعاني من أي أعراض بعد تناول الشمام فمن الأفضل التوقف عن تناوله والتحدث مع الطبيب الاعتدال هو المفتاح على الرغم من أن الشمام يقدم فوائد صحية كبيرة من الضروري تناوله باعتدال الإفراط في تناول هذه الفاكهة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خاصة عند الفئات التي تحتاج إلى التحكم في استهلاك بعض العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم أو السكر كيفية إدراج البطيخ الأصفر في نظام غذائي صحي إدراج البطيخ الأصفر في نظامك الغذائي اليومي هو طريقة رائعة للاستفادة من فوائده الصحية فيما يلي بعض الطرق البسيطة والعملية لتناول الشمام والاستفادة منه أولاً وجبة خفيفة منعشة الشمام يعد خياراً مثالياً كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية خاصة في الأيام الحارة يمكنك تقطيعه إلى مكعبات صغيرة ووضعها في الثلاجة لتناولها باردة ومنعشة هذا يساعد في ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة ثانياً إضافته إلى السلطات من الطرق الشهية لتناول الشمام هي إضافته إلى السلطات امزجه مع الفواكه الطازجة الأخرى مثل التوت أو الفراولة للحصول على سلطة فواكه غنية بالعناصر الغذائية يمكنك أيضاً مزجه مع الخضروات الورقية مثل الجرجير أو السبانخ للحصول على توازن رائع بين الحلاوة والطعم المنعش ثالثاً تحضير العصائر والسموذي إذا كنت من محبي العصائر جرب إضافة قطع الشمام إلى العصير أو السموذي الخاص بك يمزج بشكل رائع مع الحليب أو الزبادي والفاكهة الأخرى مثل الموز أو الأناناس بهذه الطريقة تحصل على مشروب صحي ومنعش وغني بالعناصر الغذائية رابعاً استخدامه في الحلويات الصحية يمكنك استخدام الشمام كبديل صحي للحلويات المصنعة يمكن تقديمه مع الزبادي أو العسل للحصول على حلوة طبيعية منخفضة السعرات كما يمكن تجميد قطع الشمام لاستخدامها كوجبة خفيفة مثلجة في الأيام الحارة خامساً مناسب بعد التمارين الرياضية بفضل احتوائه على الماء والكهرل يعتبر الشمام خياراً مثالياً لترطيب الجسم بعد ممارسة التمارين الرياضية فهو يعيد توازن السوائل ويساعد في تجديد الطاقة المفقودة احرص على اختيار الشمام الناضج ذو الرائحة العطرية والقشرة الناعمة البطيخ الأصفر الناضج يكون أغنى بالنكهة وأكثر فائدة من حيث العناصر الغذائية تناول البطيخ الأصفر كجزء من نظام غذائي متوازن واحرص على التنويع بين الفواكه والخضروات الأخرى للحصول على أقصى فائدة صحية لتجنب الإفراط في تناول السكر الطبيعي الموجود في الشمام حاول تناوله باعتدال إذا كنت تعاني من مشاكل السكر أو تراقب نسبة السكر في الدم يعتبر البطيخ الأصفر أو الشمام فاكهة غنية بالفوائد الصحية التي تدعم صحة القلب، العينين، الجهاز التنفسي والبشرة لكن من المهم تناوله باعتدال، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل صحية تتعلق بالسكر أو الكلة، تم نأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة الخضراء للحصول على المزيد من المعلومات والنصائح المفيدة عن الغذاء الصحي والطبيعي السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر